على الرغم من الجهود والمساعل أمريكية للدفع نحو خفض التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل وسط مخاوف من توسع الحرب أكد وزير الدفاع الأمريكي رايد أوسن أن استفزازات حزب الله اللبناني تهدد بجر إسرائيل ولبنان إلى حرب مفتوحة هذا وقال في بداية اجتماعه مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت يمكن بسهولة أن تتحول حرب جديدة بين إسرائيل وحزب الله إلى حرب إقليمية مع واقب وخيمة على الشرق الأوسط وبدورها أكد الوزير الإسرائيلي أن إسرائيل مصممة على تغيير الواقع في الجمهة الشمالية وضاف بأن إسرائيل جاهزة لأي سيناريو في مواجهة حزب الله كما تابع جالنت قائلا أن التوقيت ينفذ أمام الخيار الدبلوماسي في التعامل مع حزب الله نعرف التهديد الذي تشكله إيران ووكلاؤها بما فيها حماس وحزب الله والحوثيون لذلك سنضمن دعم إسرائيل بما تحتاجه نحن نعرف أن إيران مصدر العنف في المنطقة ولا يجب أن تستمر استفزازات حزب الله التي تمثل تهديدا للبنانيين الذين لا يريدون الدخول في حرب ستكون كارثية على الجميع لا أحد يريد تصعيدا إقليميا لذلك الدبلوماسية لا تزال أفضل طريق لتفادي التصعيد إسرائيل اليوم تواجه إيران ووكلاءها وهذه الحرب تؤثر على الشرق الأوسط بأكمله هدفنا هو ضمان أمن إسرائيل وإعادة 120 محتجزا من غزة وتدمير حماس وفي الشمال مصممون على إعادة الاستقرار ومستعدون لأي سيناريو ممكن في مواجهة حزب الله الوقت ينفد أمام الحل الدبلوماسي تولي الولايات المتحدة الأمريكية أهمية قصوى لتفادي توسع الحرب في لبنان ولذلك أرسلت المبعوث الرئاسي أمسوكشتاين إلى المنطقة وذلك في محاولة لتبريد الجبهات والدفع باتجاه خفض التصعيد والعودة لقواعد الاشتباك السابقة خاصة أن الخشية من إقدام رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو على تنفيذ تهديداته بحرب مفتوحة على لبنان تعظمت مؤخرا مع الحديث عن قرب انتهاء العملية العسكرية في رفح نقل موقع أكسوس عن أمسوكشتاين مبعوث الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى لبنان نقلت قوله أن حزب الله بحاجة إلى التفاوض بشكل غير مباشر مع إسرائيل بدلا من تصعيد التوترات ذكر الموقع الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية أكد أنها لن تكون قادرة على كبح جماح إسرائيل إذا استمر الوضع على الحدود في التصاعد الكريم ومن جهتي قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي صحيح أنكبي قال أن تل أبيب تفضل الحلول الدبلوماسية بالوصول إلى تسويات ملوحا بالحسم العسكري في حال فشل المحاولات الدبلوماسية نحن نؤمن بهذا الترتيب البعض أكثر تشككا منا ولكننا والأمريكيين نؤمن به وسنخصص أسابيع طويلة لمحاولة التوصل إلى تسوية إذا لم يكن هناك ترتيب عبر الوسائل الدبلوماسية فسيرحل الجميع نحن ندرك أنه يجب أن يكون هناك ترتيب من خلال وسائل أخرى وفي الوقت الحالي نفضل التركيز على الحمل الدبلوماسية وبدورها شددت وزيرة الخارجية الألمانية من تل أبيب على ضرورة تجنب الحرب بين إسرائيل وحزب الله نحن قلقون للغاية بشأن تصاعد العنف على الحدود الشمالية سأزور بيروت غدا لهذا السبب تحديدا حيث الكثير منا لا يريدون حربا أخرى ونعمل بالتعاون مع شركائنا بجد لإيجاد حلول يمكن أن تمنع مزيدا من المعاناة ويتزايد خطر التصعيد غير المقصود والحرب الشاملة يوما بعد يوم ومن دبي ينم إلينا المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية ساموال ويربرغ سيد ساموال أهلا بك على شاشرة الحدث ومرة أخرى في برنامج الأخبار الليلة كاللمبعوث الأمريكي ولمسؤولين آخرين أمريكيين جولة في المنطقة في تل أبيب وفي بيروت في محاولة لتهديئة التوتر في المنطقة الحدودية اللبنانية الإسرائيلية كيف تقيم واشنطن اليوم هذا الوضع الميداني في جنوب لبنان أو شمال إسرائيل نعم من المساء الخير يا سارة شكرا لك أهلا بك ونعم كما ذكرت نحن كنا وما زال نحن نبذل كل ما في وسائلنا لتجنب أي حرب أوسى في المنطقة الشعب اللبناني لا يريد هذه الحرب الشعب الإسرائيلي نحن لدينا قلق شديد بنسبة هذا التصايد في شمال إسرائيل وجنوب لبنان ولذلك كما ذكرت نحن رأينا هذه الزيارة من المبوث الخاص الرئاسي عمس حوكستين وأيضا نحن في التواصل عبر سفراتنا في بيروت عبر كل المسؤولين الأمريكيين الآخرين وفي نهاية المطاف نحن نرى أنه كما سمعنا من الرئيس من الوزير التركيز أو الجهود ليوصول إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس نتمنى أنه سيؤدي إلى حدود في الحدود بين لبنان وإسرائيل أيديا نعم كاللديكم حديث مع الجهتين أقصد الجانب اللبناني والجانب الإسرائيلي لنبدأ من الجانب الإسرائيلي هل لمستم كمبعوث أمريكي كخارجية أمريكية أو كواشنطن كإدارة أمريكية لمست أي تراجع إسرائيلية عن فكرة التصعيد ما الذي سمع من المسؤولين الإسرائيليين؟ إذن من جانب الولد المتحدة نحن لا نرى أن التصعيد يأتي من الجانب الإسرائيلي بدون شك نحن لدينا قلق شديد بنسبة أي تصعيد عبر الخط الأزرق ولكن رأينا منذ أيام حزب الله شن أكثر من مئتين سروق إذن لدينا قلق بنسبة التصعيد من جانب حزب الله إذا نحن نرى أي تصعيد من الجانب الإسرائيلي بدون شك نحن لدينا باب مفتوها لنناقش ذلك مع الجانب الإسرائيلي نعم هل صحيح؟ نعم سيد سامويل سأعود إلى هذه النقطة ما الذي نوقش مع الجانب الإسرائيلي ولكن هل صحيح أن إسرائيل أبلغتكم بأنها ستستخدم أسلحة غير مسبوقة في حال اندلعت هذه الحرب؟ هل بلغتم فعلا بأي معلومات تتعلق بالمواجهة أو بالحرب؟ إذن ليس من ممكن أن أدخل في أي تفاصيل بالنسبة لهذه المناقشة الدبلوماسية ولكن من ممكن أن أؤكد أن مراراً وتقراراً سمعنا ليس فقط في هذه اللقاءات واجتماعات دبلوماسية ولكن سمعنا مراراً وتقراراً أمام الوسائل الإعلم من الهكومة الإسرائيلية أنها ستأخذ الإجراءات اللازمة لحماية أنفسها وليحماية المواطنين الإسرائيليين هذا ليس شيء مفاجأة للأيهد نعم ولكن هذا نقل من قبل الإعلم الإسرائيلي مسالة ما الذي بلغتم به من قبل الإسرائيليين ربما هذه المعلومات يمكن أن تتحدث عنها سيد سامويل في حال انضلاع الحرب وأنتم تضعون بالتأكيد هذا السيناريو المسؤولين على ممكن يتحدثون عن هذا السيناريو هل هناك فكرة واضحة للأمريكيين أي موقف أمريكي حينها إذن هذه الإدارة مستعدة لأي سيناريوهات إذن بدون نحن ندخل في أي تقاحنات أو أي فرديات نحن مستعدون لأي سيناريوهات ولكن السيناريو الأفضل بالنسبة لنا المحاولة أو الاتفاق الدبلوماسي أو نحاية دبلوماسية لهذا السرع إذن نبدل كل الجهود لتجنب أي من هذه السيناريوهات التي تشمل الأنف والقتال والمعارقة أوسع نعم هل ستقف واشنطن ودعني أكون دقيقة هذه المرة وصريحة مع كذلك هل ستقف واشنطن في حال اندلاع هذه المواجهة أو الحرب نعلم بينكم تضعون السيناريو الدبلوماسي أولاً ولكن احتمال الحرب كذلك وارد هل ستقف واشنطن وستساعد كذلك إسرائيل في حال اندلاع هذه الحرب إذن لم نصل إلى هذه اللحظة حتى الآن أنا أفهم السؤال ولكن ليس من الممكن أن ندخل في هذه الفرديات يتحدث مسؤولون أمريكيون للصحف لبوليتيكو مثلاً أنا أنقل عن مسؤولين بالمناسبة مسؤولان أمريكيين لبوليتيكو قال بصراحة أن واشنطن ستقف مع إسرائيل في حال اندلاع هذه الحرب نعم وإذا هؤلاء المسؤولين الأمريكيين بين القوسين يريد أن يقشف أسمائهم أنا سعرف هل فعلاً لبوليتيكو ليس لي قليتكو هي جريدة أمريكية خاصة ليس تابة للهكومة